الأهداف والخطوات بالتفصيل لكل منطقة في الكراون لكل زون لها Objectives and Procedures نشغل لنا مية مية ومفوش أي عيوب ولي مش عايز يشوفها عيوبه مش هيشوفه هو بيفحصها زون معينا هي The Internal Margin يعني الجزء الداخلي من المارجن الهدف إن أنا أقلل Seement Dissolution أقلل دوابان السيمنت في المنطقة دي عشان ما تحوشش أكل وبكتيريا تعملي تسوز هنا أو التهاف دواعم السن وطبعا هيامل failure ليه الكراون هيقع يبقى أقلل Seement Dissolution عشان أقلل We'll Cares and Redontal Disease عشان كده لازم One Millimeter Band لازم بمحيط One Millimeter لازم المارجن يبقى Close Adapted المارجن في المكان ده دي بوابة الحصن بتاعتك عشان كده كنا بنقول على الـ Die ما تحطش عليها Die Spacer ابعد عن المارجن One Millimeter Band بمحيط One Millimeter ممنوع نحط هنا Die Spacer ليه؟ عشان أضمن إن المارجن تنطبق مباشرة على توت السيرفس هنا لأني دي بوابة الحصن ما تدخلش حاجة ولو أن السيمنت لو تكشف للعاب هيدوب فضروري أهتم بيها أي عيب في الـ Internal Margin هيقلل عمر التركيبة Any Marginal Discrepancy Decrease the Longitivity بعملها إزاي؟ لازم أعمل Marginary Flowing بسيح المارجن داير ميدور بمحيط One Millimeter Band قبل الإنفستنج مباشرة يبقى أنا بعد ما خلص الـ Wax Pattern ممكن المعمل يركنه على جنب لحد خطوة الإنفستنج بيشتعل كذا شغل يجي قبل الإنفستنج مباشرة لازم يعيد على المارجن يسيحها بالكامل عشان يضمن Close Adaptation of the Crown Margin to the Tooth Structure يسيحها بالكامل محيط One Millimeter ولازم يمشي على الخطوات مزبوط في كل مرة وعلى التكنيك مزبوط عشان يحصل على نتائج سبتة ويعتمد عليها With careful standardization of the technique the dental technician can achieve predictable and consistent results دا المارجن الـ Reflowing بسيحه بالكامل محيط One Millimeter أي defect في الـ Internal Margin remake على طول الغلطة في المارجن مفاش معلش remake على طول وده طبعا بتكلفة وبوقت وبمقاس جديد وتعيد التركيبة محتاج New Impression وتجيب الـ Patient another visit وطبعا دوة Time Consuming We Need Cost في الـ Remake لكن ضروري إنما أي defect away أو far away from the internal margin لهو الصغير ممكن نصلحه ونشيله بدلا من عيد التركيبة بتكلفة علينا يبقى أي سمال نيديولز هتمنع نزول التركيبة للآخر هتمنع الـ Complete Seating وليزم تفحص الـ Internal Margin كويس جدا بـ Under Magnification لازم أفحصها بتكبير باستخدام الماكروسكوب باستخدام الماكروسكوب أو اللوب وأفحص كويس قوي أي defect في المارجن زي دوة remake إنما far away from the margin ممكن أصلحه أو أشيله بدلا من عيد التركيبة ده شكل large Nidules this is small Nidules ترامى away from the margin ممكن أصلحه طبعا دي مش حاجة حلوة النديولز لكن لازم تنبهك need special attention لأنها تمنع complete seating of the restoration فهتطلع لك short margin يبقى التركيبة لو مش نازلة للآخر لازم تفحصها وراء المعمل المفوض إن يكون المعمل شال أي defect في الـ Internal Surface أو عادي التركيبة لو فيه defect في المارجنز